موسيقى 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 مرحبا وبركاته معاكم أخوكم حازم من قناة الطريقة حقية التركية اللي أصبح بديل عن قناة المنحة التركية 2021 كتير عم يسأل هل يمكن بعد تقديم الطلب تعديل معلومات إلى الطلب هل يمكن إضافات شهدات باللغة أو ما شابه إلى الطلب بعد تقديمه لو عندي معلومات خطأ بالطلب هل يمكن مسح الطلب كاملا وعاد تقديم الطلب كل هالمعلومات هيا حنشوف إن شاء الله بالفيديو القادم كونوا معنا أهلا وسهلا فيكم الجديد مثل ما ذكرت من شوي أنا قدمت طلب توا في عندي شهادات لغة بالضيفة في عندي شهادات ممكن تطوعية ومشابه للضيفة في عندي معلومات رغم هاتف تغيير في عندي أمور ما هي المعلومات اللي يمكن تعديلها رح نمشي معكم خطوة خطوة شوفوا بالمعلومات الشخصية طبعا لا يمكن تعديل الميلاد ومشابه ممكن تعديل الهوايات من هون طبعا ممكن تعديل الحوايات وتعديل القدرات الخاصة معلومات العائلة لا يمكن تعديلها أطلاقا معلومات اقتصال طبعا فيكم تعديلو بعد مضرد كلمة تعديل انظروا حتشوف كل شيء ممكن تعديل فيه وتعطي حفظ مرة تانية يحفظ المعلومات ويحدث معلومات الطلبة اللي انت قدمتوه معلومات تعليم لا يمكن تعديلها تفاصيل اللغة يمكن إضافة لغات يمكن إضافة لغات وممكن إضافة شاهد لغة إنت حصلت إلى الجديد من خلال تعديل أو إضافة ثم حفظ تجربة العمل تحصلت على شهادة أو تجربة العمل الجديدة يمكن أيضا أن نضيف إضافة التأهيل الأكاديمة طبعا أنت تحصلت على شهادة اتلس أو جيمات أو سات أو ألس أو ما شبه أيضاً يمكن إضافتها من الخيار اللي هون طبعاً إضافي تقوم باختيار امتحان ثم طبعاً تعطي حفظ مع وضع الشهادة أيضاً يمكن إضافة الأنشطة الاجتماعية نفس الموضوع تجربة تركيا لا يمكن تعدي فيها أي شيء الآن أنا أضفت ما أريد إضافته إلى الطلب تبعي الآن لاحظوا الطلب تحت أو بانتظار التقييم أنا عندي صار مشكلة حالياً في عندي مشكلة بالطلب أنا رجعت طلبي ذكرت ترجيحاتي في عندي مشكلة في الطلب أنا عندي طلب سابق أنا رايد أمسحه طبعاً أنا بخلال تعليقات على الجروب المنحة التركية 2021 كلمت وحكيت مع زملائنا أنه من خلال ليس من خيار طلباتي بل من خيار الصفحة الرئيسي في عندك خيار مسح لما تعطي مسح هون حيمسح الطلب تبدأ تقديم من جديد طبعاً لما يكون عندهم فعل هذا الخيار ممكن من الهاتف أو من اللابتوب رح يغير اللغة إلى اللغة الإنجليزية وبيطلع له خيار سيل حيمسح الآن لو مسحنا الطلب هنعيد لاحظ هيرجع معنا كل شيء من جديد هنبدأ التقديم من جديد إن شاء الله كونت سافت معنا وأتمنى لكم كل توفيق كان معكم أخوكم حازم من قناة طريقة شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم